قام محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الرقم فرج سالمين البحسن بجولة تفقدية لعدد من شوارع مدينة المكلة تفقد خلالها سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية للمدينة واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق إلى سير العمل في إعادة تأهيل خط الديس خلف بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وأكد مشروع طريق الجسر الصيني أنبخة بتمويل من البنك الدولي ووجه المحافظ بالاهتمام بجودة العمل بموجب المواصفات الفنية وسرعة الإنجاز والانتقال لإعادة تأهيل شوارع منطقة الشرج والطرقات المتضررة في مدينة المكلة وأكد البحسن اهتمام قيادة السلطة المحلية بإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور في المحافظة والتي ستشهد تحديثا في بنيتها التحتية خلال هذا العام والعام القادم